يا صباح الفل صباح السعادة يا صباح كل حاجة حلوة على أجمل وأحلى متابعين عندي في القناة النهاردة جيالك بفيديو مهم جدا جدا الفيديو بتاع النهاردة عن حاجة مهمة عن الغسالة النص أوتوماتيك طبعا أنا الطلب مني يقوم فيه لو عملينا فيديو عن الغسالة النص أوتوماتيك وإزاي أن يشغل الغسالة النص أوتوماتيك طبعا أنا وريتك معي الغسالة النص ومعي الغسالة الأوتوماتيك كامل الكفارات اللي عليهم دي أنا اللي مخيطها وعمل لهم الكفارات بالجماش دي عشان تحافظ على الغسالة يعني اسم الغسالة ما يبوزش وتقعد سليمة زي ما هي طبعا أنا هعر الغسالة دلوقتي وهشرح لك واحدة واحدة لغاية ما هخسلك فيها بردوكتي وهوريك الغسالة بتشتغل ازاي والشرح اللي أنا هقوله نهار دا دلوقتي هيمشي على جميع الغسالات يعني أي نوع من أنواع غسالة نص أوتوماتيك هيمشي عليها الكلام اللي أنا هقوله لك يعني معروف نص أوتوماتيك بتشتغل بكل بساطة وبكل سهول أول حاجة اسم الغسالة بتاعتي فريش طبعا أنا من عشاك شركة فريش وأي نوع عندي من أنواع الأجيزي أنا جايبها فريش المهم دا طيمر العاصر دا طيمر العاصر اللي هو المروحة بتاعت العاصر لما نيجي نعصر الهدوم معاك الطيمر دا من واحد لغاية خمسة هنوركي نشتغل ازاي دلوقتي هنا نيجي للجزء دي دخل المي داي ندخل المي لمرحلة العاصر أو مرحلة الغسيل بيدخل من البكان الصغير اللي انتو شايفينها داي الفتحة دي بتدخل منها مية ازاي مفيله او الريكي برضو ازاي بندخل المية مني تيجي للصرف هنا معاك الطيمر أول زرار دي مكتوب عليها صرف ومكتوب عليها غسيل غسيل يعني لما تولي البكرة على الغسيل المية تعب الغسالي لا عملتيها على الصرف المية تطرد لبرة تيجي هنا للبكرة التاني البكرة التانية دي مكتوب عليها قوي وعادي قوي يعني تخسلك بقوة شديدة جدا جدا وعادي يعني تخسلك ببطئ بس انا دايما مخليها على القوي عشان خاطر بتنظف الهدوم اكتب تيجي للطيمر التاع الغسيل ده طيمر الغسيل ده اخر زرار معاني الطيمر الغسيل معاك من واحد معاك من واحد الغاية ربع ساعة طيمر الغسيل بيقعب معاك ربع ساعة بالزب وهي والغسالة شغالة وبتخسل طبعا هنشيل الغسالة دي الغسالة ده مش شابك فيه الغسالة ده بيجي مفكوك مني اول حاجة عملناها نحن نشيل لنا الغسالة طبعا مساحة الغسالة بتاحت كبيري ومساحتها واسعة جدا لان الغسالة بتاحت 12 كيلو جايبها فريش و12 كيلو تيجي للجزء دي ده ايه يوم فيله ده اللي بيشيل الوبرة من الهدوم لما بتلاقي الهدوم موبرة معاك او فيها شعر او فيها حاجة ده بينظفها فنتر كده بينظف الهدوم هي وبتخسل بتخلعي ازاي او مفيلة زي موريتك انا ضغطت علي بالشكل دي فاطلع معاك لما تيجي تدخليه لازم تسمعيلي طقا بص انا هشده دلوقتي هيطلع معاك لانه هو ما طقش معاك لازم تحط السنة الصغيرة من تحت وتضغطي علي بالشكل دي خلاص كده هو ركب تمام نيجي للجزء المنفوق دي ده البكان الزرار دي لو انت ما تلاقيتهوش في الحتة دي ممكن تتلاقيه في الحتة المنفوق دي ليه لانه في غسلات بتختلف من كل نوع غسالي طبعا الغسالة دي الجزء بتاعها ده مجاي هيني الزرار دي لو انت ودتيه على يدك اليمين بيودك للغسالة للعاصر يعني هي وبتعصر بتشطفلك ودتيه على يدك الشمال كده بتجيبلك في الغسالة نفسي يعني بنعب الحوض بتاع الغسالة انا هنا بقولك بتحطيه هيني بتود الزرار كده ويشوفها نستخدمها ازاي طبعا لازم تحط الغسالة جنب اي فيشة جريبة عليك الفيشة حطناها بالشكل دي ده دي الغسال العصارة العصارة طبعا لها غطة كبير وليها غطة اللي هو البلاستيك الصغير ديت اللي انت شايفينه وليها الغطة البلاستيك اللي هو بتحطيه انت في ناس بتاخد البلاستيكية دي وبترميه لا ما ترميهاش طبعا ده ليها فايدته يعني فايدة جميلة جدا لما بتيجي تحصر الغسالة حوض العصر عندي ستكون حوض كبير جدا لان الغسالة 12 كيلو فحجمها كبير خالص الغسالة دي على فكرة تخسل البطنية لو عندك بطنية برضو تحطيها فيها تخسلها وطلحها زي الفل البلاستيكية دي انا وريك حطها زي دلوقتي وهي الاهمية بتاعته يعني كل حاجة جاي يورو الغسالة لها اهمية بتاعته يعني من جيش البلاستيكية دي نرموها للحطة الخرطوم اللي جاي وراء نرميه الزرال الصغير ده ما نقول نكونش عارفين هو بيستخدموه في ايه بقولك هنا لما توديك كده بتشطفلك وبتعصرلك وبتطلعلك الهدوم مشطفة من اللي امه او البرسيل اللي انت بتحطيه هنا نيجي للبكان اللي احنا بندخل منه المي هالدخل الميه زي امه فيله لازم تكوني عاملة وصلة حنفية بالشكل دي اللي هي الحنفية امه بوز من قدامي حرفية العادية ده الخرطوم اللي بيجي وراء الغسالي انا مركبه بالشكل دي ومسبتاه على طول دايما في الحنفية دي والحنفية الثانية اللي جنبيها بتاعة الغسالة الOutomatic تيجي للخرطوم الوش بتاع الخرطوم هتركبيه في الفتحة دي عشان خاضر هو اللي بيدخل الميه عند الحوض بتاع الغسيل او الحوض بتاع العصر اللي احنا بنعصر فيه طبعا بوريك الخرطوم متوصل بالشكل دي انا بجيب الحنفية طبعا حطالها ليه الاستك داي مفيله لاني الحنفية يده سهلة جدا ولا دي ممكن يفتحها بأي لحظة طبعا والحنفية في الصالة المهم انا بصلت المي شايفين نزلة في حوض الغسيل لا عشان انا جايب الزرار على حوض الغسيل بكده انت بشتتعبي افعب المية وفض فيه كده كأنها غسالة اوتوماتيك معاك بالامانة تام لما بتكون فتح المية عشان تعبي الغسالة لازم تخلي الاكرة داي على كلمة غسيل غسيل يعني الغسالة بتعبي طبعا ما عنديش هدوم كتير لان انا بخسل الغسالة اوتوماتيك على طول عند الشوية دول فهجربلك فيهم ووريك فيهم ازاي بنشغل الغسال طبعا انت تحط الابيض الاول تحط الالوان الاول ده الحاجة اللي تحبيها الحاجة اللي ترجعلك انت عمليهم المهم انا عندي شوية الغسيل صغيرين دول بس هوريك فيهم ووريك ازاي بنشغل الغسال حطينا الهدوم بالشكل دي وبعد كده فتحنا الحنفية تسيبي الغسالة تعبي معاك الغاية ما تتعبأ معانا كمية كويسة خالص من المي الغاية ما توصل للفنتر اللي انا هوريه لك دلوقتي طبعا تيجي للمسحوج او البرسيل اللي انت بتستخدمي عاستخدم ايريال برسيل امو اي نوع عندك من المسحوج تستخدمي انا باستخدم بصراحة باهي باهي ده جميل جدا جدا في تنظيف الهدوم بيخلي الهدوم عندي زي البفتي المهم انا هحط شوية كده منهم هي طبعا بتستخدمي لها المسحوج العادي خالص بش المسحوج الغالي اللي موجود عندك استخدمي عندك مسحوج جيل ماشي عندك برسيل ايريال اي انواع تاني اكسي برضو استخدم اللي رايحك واللي تحسي انه هدومك بتنظف عليه بقولك هنا المية لغاية ما توصل للفنتر دي يبقى كده خلاص المية اللي غسالة عبت طبعا غسلتي كبيرة جدا فبشير كمية هدوم اكتر ده انا حطيت شوية قليلين عشان اورهم لك هنا خرطوم الصرف لو انت عندك بكان للصرف يبقى تحط الخرطوم ده فيه ما عندكش بكان للصرف ترميه في الحمام بالشكل دي وهي تعمل الزرار على كلمة الصرف هتصرف المية الوحديه مغير ما انت تعبي ولا انت تفضي طريقتها سهلة وبسيطة بالامانة تاني زيها زي الغسالة الاوتوماتيك بالضبط بقولك هنا تخليها على كلمة قوي يعني بتغسل بشدة هنا بقى بتخليه على ربع ساعي طبعا ما تخليش اجلي من كده شغلناها واضي الغسالة بعد ما احنا شغلناها شايفيه شديدة جدا 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 وقوية على فكرة بتخبط خط في الغسالة انا طبعا حسيبها تغسل الغاية ما هو ريكي الطيمر وصل معاي الغاية ايه وهو ريكي دلوقع بنعصر الهدوم ازاي ولو عايزة تشطفي مغير ما تحطي في طبق بلاستك وتشطفي على الارض انتي ممكن تشطفي منها فيه وهو ريكي تشطفي ازاي الهدوم من القوم وديتي جهية وفي الغسالة برضو ومغير ما انتي تتعبي ولا تشطفي ولا تدعك على ايدك ولا تعصري ولا بش هنعصر ولا هنمسك فيش غير نحن نمسك الخلق مسك ونحطه من هنا الهني طبعا شايفين بتغسل بترغي حطي كروة حطي قومه حطي مسحوق اي نوع مسحوق حاجات بتغسل عندك حطيه طبعا انا عملت الفيديو دي اليوم فيه واحنا ما عارفينش نغسل على الغسالة النصة اوتوماتيك انتي عاملالنا فيديو النهاردة يا حبيبتي يا ست الكل انا عاملالي الست اللي هي لسي مشتري غسالة جديد ومش عارفة يعني ايه غسالة نصة اوتوماتيك ازاي تستخدمه يعني انا مثلا لما كنت مشتري الغسالة النصة اوتوماتيك دي بصراحة اول يوم ما كنتش عارفة اشتغل عليه لما اشتغلت عليها مرة واثنين وثلاثة ودخلت اتفرشت على فيديوهات ستات كتير كانوا بينزلوا ازاي نشغل الغسالة النصة اوتوماتيك ليه لما انا تعلمت بالامانة التعني انا عامل الفيديو دي لحبيبة جلبي اللي قالتلي يوم فيله انا عاوز اعرف اشغل الغسالة النص على فكرة اي نوع غسالة بش مهم تكون شركة فريش لو اسم الغسالة تحتك تشيبة اي نوع من انواع الغسالة اللي انا شرحته دي موجود في كل غسالة طبعا تيجي هنا للعاصر طبعا بش هنعصر بايدني لا تاخدي على طول من حوض الغسيل تودي على حوض العاصر طبع يوم فيله طب كده هايبقوا معصورين ويطلعوا نشفين ايوه هيتعصروا وهيطلعوا نشفين كأنك بالامانة تاني غسلاهم على غسالة اوتوماتيك كامل سنة ورك دي الوقت خلاص كده طلعت كمية الهدوم دي حقيتها على طول وتيجي كده تسويهم بتزبطيهم عشان حوض الغسيل ما يقعوش يخبط معاك تمام تيجي للشاطف هم بيعصروا انا وديت الحنفية على اي زرار المي وديتوا على العاصر لما هي تيجي تعصر طبعا بتشطف هي ومية شغالة عليهم بتعصر وبتشطف الكلام ده لو انت عايزة تشطفي من القوم ومن البرل تيجي هنا المستوى العاصر معاك من واحد لخمسي طبعا ده قوي جدا خمسي بس انا عندي لغاية من رقم ثلاثة بالامانة تاني بتطلحوا لناشف بحطوا على البلكوني يدوم بكملش يعني نص ساعي وبلموا تاني بطبقوا طبعا انا عنديش غير شوية الخلق دول فاحطهم بالمرة واخصلهم دمة انا شغلت الغسالي فقلت بالمرة كده اخصلهم المهم انا دينة ولعت على الغسالة وسبتها تعصر في نفس الوقت هي وبتعصر ممكن تحط دورة غسيل تاني جنبيه بقولك هنا ان هي بتعصر وجاء دورة الغسيل شغالة يعني هي بتشتغل لتنم مع بعضهم يعني في نفس الوقت بتخصل وبتعصر تيجي هنا خلاص الطيمر لف من ثلاثي بيجي سفر سفر كده وقفت اهي الغسالة خلاص كده وقفت هوريكي الغسيل بالامانة تاني ناشف وعين ملدح خالص يعني كأنك الغسيل دي بش عاوز غير انك انت تروحي تنشريه يقعد ربع ساعي وبعد ربع ساعة دي هتلمي الغسيل بتاعك بالامانة ناشف زي ما هو شايفة بقولك ناشف تماما تماما الغسالة كأنها غسالة اوتوماتيك بالفعل معاك واده وريتك طريقة الغسالة وازاي الشغل الغسالة النص اوتوماتيك يارب تكوني الشرح اللي انا شرحته ليكي افهمتي وفهمتي من كلامي ازاي تشغلي الغسالة النص اوتوماتيك انا على كد ما انا فاهمة وعلى كد ما انا عارفة في الغسالة النص اوتوماتيك انا شرحتك ووريتك بالامانة الكلام اللي انا قلتولك دي الطبقية على اي غسالة عندك غسالة تشيب اي نوع من انواع الغسالة نفس الحاجات اللي فيه توقيف الغسالة دي تيجي انه خلصنا غسيل تعملي صرف تدوسي على الزرار تخليه صرف المية بتضطرت بالشكل دي من غير ما انت تفضيها ولا اي حاجة وادي الفيديو النهاردة يارب يكون عجبكم وكوني استفدتي من ام الفيلو باقلها معلومة وكوني الفيديو طلعت منه مستفادة باقلها معلومة تنسي نشفو اللايك والشير وتفعليلي زر القرص عشان يوصلكم مني كل جديد يا اجمل واحلة متابعين في القناة موسيقى